بحث نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسية عيدروس الزبيدي مع ممثلين عن شركة مذكور للمشروعات الهندسية المصرية مجموعة من المقترحات لتطوير قطاع الكهرباء في بلادنا وتناول اللقاء الذي حضره وزير الكهرباء المهندس مانع بنيمين أفكار الشركة واستعدادها لبناء محطات توليد بطاقة متجددة وتطوير خطوط النقل وتصريف الطاقة في بلادنا وعرب الزبيدي عن ثقاته بالكفاءات المصرية وقدرتها على لعب دور فاعل في النهوض بقطاع الكهرباء في بلادنا وحل مشكلة نقص إمدادات الطاقة من خلال مشاريع استراتيجية مشابهة للمشاريع التي شهدتها جمهورية مصر الشقيقة مؤخرا من جانبه أكد الوفد المصري أنه سيبدل أقصى الجهود لتطوير قطاع الكهرباء في بلادنا في أسرع فترة ممكنة